اشتركوا في القناة اخرت انطلاقة السباق بسبب ظروف الجوية التي شهدتها البلاد اليوم لكن الرياح القوية اعطت اثارة بارزة للسباق من خلال السرعة التي شهدها السباق من الدراجين واجرت اللجنة المنظمة للسباق تعديلا على مسافة المرحلة الثانية حيث قلصت المسافة الى خمسين كيلومتر بعد ان كانت خمسة وستين كيلومتر وقام الشيخ خالد بن حمد بن احمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وممثلين عن شركتي طيران الخليج وفعاليات بتتويج الابطال حيث تمكن دراج فريق فيكتوريوس احمد ناصر من الحصول على القميصين الاصفر والرصاصي لافضل زمن والاعلى نقاط في سباق الخليجيين والمنتخب الوطني فيما فاز بالقميص البنفسجي محمد الحمادي من الامارات لتحت 23 سنة والدراج فلاديمير حاز على القميص الوردي لفوق 40 سنة وجاء الدراج عبدالله علي في المركز الاول في سباق البحرينيين وتوجى الدراج عادل بربري بالمركز الاول في سباق الخليجيين والمنتخب الوطني من فريق شرطة دبي والدراج حاز على القميصين الاصفر والاحمر الدراج البحريني عبدالله علي في سباق البحرينيين والقميص الازرق حسن عقيل لتحت 23 سنة والدراج عقيل عبدالله علي فوق 40 سنة وسوف يتواصل السباق بإقامة المرحلة الثالثة التي ستطوف معالم البحرينيين في مختلف المحافظات ترجمة نانسي قنقر